حدث يوبيسوفت الرقمي صار قريب جداً وبالتحديد بيكون يوم 12 يوليو وبهذه المناسبة قررنا أن سوي لكم توب 10 أفضل ألعاب يوبيسوفت حسب تقييم موقع متكرتك الشهير وقبل أن نبدأ لا تنسوا تضعوا اللايك وشاركوا في القناة والحين خلونا نبدأ في مقز العاشر عندنا لعبة واتش دوكس 2 هجز الثاني في السلسلة وتحتبر نسخة يوبيسوفت من لعبة جي تي اي وتم إضافة عامل جديدة خاصة فيها تعطيها هويتها وهي عامل التهكير تقدر تهكب تقريباً كل شي في اللعبة من إشارات في الشارع إلى كاميرات وأيضاً جوالات الناس اللي في الشارع وكان في مهمات ممتعة وأيضاً أكشن وسواقت سيارات وقصة اللعبة أن جزء من جماعة قرر أنهم يصيرون ضد النظام لأن تكنولوجيا صارت تأسر الناس وتتحكم في كل شي في حياتهم وانت والجماعة اللي معاك راح تسعدون الناس في مهماتهم وأيضاً تجمون على مقارات المنظمة وإذا حضرت البث الرقمي يوم 12 يوليو راح تصل إلى نسخة مجانية من اللعبة فرصة ما تتفوت وتقييمها في متاكرتك كان 82 في ماركز التاسع عندنا لعبة ساث بارك هي لعبة مبنية على المسلسل الكبار الكرتوني المشهور ساث بارك وهذا الجزء أخذ وقت طويل في عملية التطوير مع التأجيلات اللي صارت له اللعبة مثل المسلسل الكرتوني المبنية عليه اللي موجه الكبار فقط والميز فيها أن رسومها جداً جميلة كأنك تشاهد حلقة من المسلسل طريقة اللعبة كانت متنوعة وممتعة للقتال فيها ينسخ لمسهومة استراتيجية مع عناصر الاربي جي اللعبة فيها حوارات كثيرة خاصة للعبة واللي شاف المسلسل راح تعجبه أكيد تقييمة المتاكرتك كان 84 في مقزة الثامن عندنا لعبة ماريو بلس رابيتس كينغدوم باتل هي لعتبر التعاون الأكبر بين يبيو سوفت و نتندو وفيها تلعب شخصيات عالم ماريو المحبوبة ما شخصيات عالم ريمان من غير ريمان هوم الربتس أو الأرانب المجنونة والجميل أن اللعبة كان فيها عوال متنوعة ومليانة ألوان وجميلة جداً مثل اللي تعودنا عليه من ألعاب نتندو طريقة اللعبة على قتال على أسلوب استراتيجي مع عناصر RPG وفيها مهمات كثيرة متنوعة وأيضاً أصار تستكشفها في عالمها الجميل ونتمنى أن نشوف لها جزء ثاني لها قريب تقييمة كان في متاكرتك 85 في المركز السابع عندنا لعبة Beyond Good & Evil هي تعتبر لعبة مغامرات وأكشن مع عناصر RPG فكرتها تلعب بالإنسانة جيد في كوكب يعيش في حيوانات ناطقة وتساعدهم في مهمات في اللعبة وأيضاً في منظمة أوين يستولون على العالم تحاربهم جيد بمساعدة من أصحاب الحيوانات ميزة اللعبة أن الجيم بلاي كان يدمج بين طريقة المغامرات والقتال والأكشن بشكل ممتاز إضافة إلى تصميم المناطق الجميل والموسيقى كانت لعبة جداً ممتازة ورح تزالها جزء الثاني قريباً قصتها بتكون قبل الجزء الأول وتشوف ماضي الجيد كيف كانت تقييم اللعبة كان 86 على متاكرتك في المركز السادس عندنا لعبة Tom Clancy's Rainbow Six Vegas هي تعتبر جزء السادس في ستلة Rainbow Six المشهورة قبل ما تصير اللعبة الجماعية المشهورة اللي أنتم عارفينها كانت لعبة فيها قصة تختمها بلاعب واحد وكان فيها تنويع كثير في اللعبة تصميم المناطق وأيضاً استخدام الأدوات الخاصة في اللعبة والتي تساعدك في نها مهماتك قصة اللعبة هو أن الآن جزء من فرقة ورسلت إلى مدينة تلاس فيغاس الأمريكية للقضاء على الجماعة الرهابية هناك ميزة جزء هذا أنه كان فيه طريقة لعب رتم سريع وجميل كانت قيمة على متاكرتك 88 في المكسل الخامس عندنا لعبة Rayman 2 The Great Escape شخصية ريمان يعتبر شخصية آيقونية ليوبي صوفت مثل ماريو لنتندو وسونيك السيغا وريمان 2 كانت النقل ثلاثية الأبعاد للشخصية المحبوبة كانت لعبة جميلة جداً من ناحية الرسوم وترسمية المناطق والبيئة وأيضاً الموسيقى اللي فيها كانت عبارة عن لعبة أكشن وبلاتفورن مع استكشاف وكان فيها طرق لعب متنوعة مثل التزلج وركوب المركبات أو هنا نقدر نقول الحشرات قصة اللعبة أن صديق ريمان أخططف من قبل القراصنة الأشرار وعلى ريمان أنه يبحث عنها وينقذ من القراصنة ورح يحصل على قدرات جديدة التمكن أن يتغلب على الصعب في اللعبة تقييم اللعبة على متكريتك كان 90 في الماكس الرابع عندنا لعبة فار كراي 3 من اسمها تعتبر الثالث في السلسلة العريقة هي عبارة لعبة مغامرات وتصويب منظور أول تميزت بقصتها الممتعة والمهمات المتنوعة وأيضاً أسلوب العالم مفتوح اللي بدأت السلسلة كان فيها ملاطق ضخمة جداً ومليانة أصار تستكشفها في مغامراتك وأسلح متنوعة تساعدك في ناء المهام الكثيرة واخذت أفكار كثيرة من لعبة سكايريم وأضافت عناصر جديدة خاصة فيها أيضاً ميزتها وأعطاها هويتها تقييمة في متكريتك كان 91 في المركز الثالث عندنا لعبة أساسنغ سكريت 2 تعتبرت الثاني في السلسلة الأيقونية وأيضاً الأفضل بينهم فيها اللي نقلت ورفعت سقف اللعبة من الجهز الأول وأضافت عناصر أكثر في اللعب ونظام القتال إضافة إلى توسع ضخمة في القصة الرئيسية وتقديم أفضل شخصية محبوبة في عالم أساسنغ سكريت وهو أتسيو أديتوري ومثل ما قلنا اللعبة تميزة بقصة عميقة لدرجة أنهم طلعوا جزئين مكملين لها بعد انتهاء الجزء الثاني وتعتبر من أنجح سلاسل الألعاب الشعبية وأيضاً أضاف في الجزء الثاني عناصر جديدة في الاستكشاف وتطوير الأسلحة وأيضاً استخدمات كثيرة جديدة مثل حركة رهيبة اللي هي الطعن واغتيال شخصين في نفس الوقت تقييمه كان في متى كريتك 92 في المركز الثاني عندنا لعبة The Prince of Persia Sands of Time تعتبر أكثر جزء أيقوني في السلسلة وأفضلهم بعد سلسلة The Prince of Persia من أكثر السلاثة العريخة من يوبي صوفت فهي بدأت من أجزة الكمبيوتر القديمة البدائية قبل ما يصير فيها أجزة الألعاب منزلية وكان يسمون لعب وقتها أبو سروال وفنيلة لأن البطل كلابت ملابس بيضاء كأنها سروال وفنيلة وبعدها صدر كم جزء ما نرجح إلى محاولة جلبها البعد الثلاثي إلى أن صدر جزء الأسطوري The Sands of Time تميز بتحكم ممتاز ومتقن وإذن قصة ممتعة وأسلوب لعبة فريد جداً من نوعه واللي كثير ألعاب بعدها قلدتها وهو أسلوب عادة الوقت فكل ما تغلط في اللعبة تكون عندك فرصة أنك تيد الزمن وتصلح غلطتك تميزت أيضاً تصميم مراحل ممتاز وممتع والأفضل بين ألعاب تفورم المشهورة فعلاً كانت لعبة سابقاً وقتها أما المركز الأول عندنا لعبة Splinter Cell Chaos Theory سلسلة Splinter Cell مشهورة جداً وكانت تنافذ سلسلة Metal Gear لأن اللعبتين كانت عبارة عن شخص واحد ضد جيش كامل وعنصر التخفي فيها كان جداً مهم ومشترك بس الفرق أن سلسلة Splinter Cell تميزت أنها كانت فيها قصة أشباب الواقعية وأيضاً أدوات كثيرة متنوعة تفيد في التجسس إضافة إلى التفاصيل الكثيرة اللي في اللعبة والمميزة عن نظيرتها لعبة كياس ثيريا تعتبر الأفضل في السلسلة بسبب قصتها العميقة ورسومها وطريقة اللعبة متنوعة فيها وطور التعاوني أيضاً يخليك لختم اللعبة ما أحد يعز عليك تقييم اللعبة على متى كريتك كان 95 إذن هذه كانت توب تن أفضل لألعاب يوبي سوفت حسب تقييم متى كريتك قلوا لإشتراكم فيها أو إذن في ألعاب ما ذكرناها اكتبوا تحت في الكومت وقلوا للمدى حماسكم إلى حدثي بي سوفت اللي رح يكون يوم 10 يوليو كما معكم أتشيحة ياتكم العافية ومع السلامة